وأخيراً بعد طول انتظار تطبيق الروز ناما أصبح متوفر على جهزة الكمبيوتر وأنظمة ويندوز بفيديو سابق لحنا تحدثنا عن تطبيق الروز ناما وأنه هو أفضل تطبيق إسلامي موجود على متجر جوجل بلاي واليوم رح نتعرف على طريقة تثبيت التطبيق على أنظمة ويندوز على جهاز الكمبيوتر ونشوف المميزات اللي موجودة فيه خليكم معنا وبعد ما انتقلت لجهاز الكمبيوتر أصدقائي كيف فيني أحصل على موقع الروز ناما بدايةً بنتقل لمحرك البحث جوجل وبكتب عبارة الروز ناما وبأخذ أول نتيجة بحث بيفتح عندي الموقع على الشكل التالي وبنزل لتحت شويلة لاحظ أنه التطبيق متوفر على جميع المتاجر متجر المايكروسوفت متجر الجوجل بلاي ومتجر الأب ستور واليوم رح نتعرف على التطبيق على جهاز الكمبيوتر على أنظمة ويندوز وبضغط على متجر المايكروسوفت ممكن تطلع عندك الرسالة بالشكل التالي أنه الستور الخاص بويندوز غير متوفر ببلدك أو منطقتك الطريقة بسيطة للحصول على التطبيق بدخل على قائمة إبدأ بويندوز عشرة وبختار المايكروسوفت ستور أو بخانة البحث هنا تحت بالأسفل بكتوب مايكروسوفت ستور بعدما فتحت تطبيق المتجر الموجود بويندوز عشرة أو ويندوز إداش بدخل على خانة البحث فوق بالأعلى وبحط عبارة الروز ناما من تلقاء نفسه أعطاني نتيجة الروز ناما أو إذا بحثت عليها بهذا الشكل رح يطالع لي نتيجة واحدة ما في غيرها الروز ناما والتنزيل بشكل مجاني ومن ثم بضغط على عبارة تنزيل وفي ملاحظة مهمة جدا أصدقائي وخاصة للأشخاص اللي عايشين بسوريا أحيانا المتجر تبع المايكروسوفت ممكن ما يفتح معك كيف فيك تحل هي المشكلة تدخل على قائمة إبداء ومن ثم على الإعدادات وبتنتقل عند اللغة والوقت بداخل اللغة والوقت بتختار المنطقة بهذا المكان اختار البلد أو المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية أو الإمارات العربية المتحدة أو لبنان أو الأردن أو أي دولة أخرى مباشرة رح يفتح عن ذاك المتجر وبعد ما انتهى برنامج الروز ناما من التنزيل والتثبيت بتطلع عندي عبارة فتح بضغط عليها تفتح عندي واجهة البرنامج بهذا الشكل وبالي اختار اللغة اللي بتناسبك طبعا مثل ما أنا شايفين في عندي سبع لغات موجودة بالبرنامج باختار اللغة العربية وبعمل حفظ بداية كما هو برنامج الروز ناما على الموبايل منختار المدينة الحالية نعمل تحديد يدوي متل ما أنا شايفين من الأعلى فيك تختار البلد الخاصة فيك ومن ثم بتبحث عن المدينة تبعك طبعا أنا رح اختار دمشق ومنعمل حفظ التعديلات ومن ثم منضغط على عبارة حفظ بأسفال الصفحة متل ما أنا شايفين طلعت لي صفحة الروز ناما الأساسية متل العادة عندي فوق الطقس وحالة الطقس وكذلك الأمر بالأسفل مواقية الصلاة وطبعا أكيد جميع الإعدادات اللي شرحناها وذكرناها سابقا اللي موجودة على تطبيق الجوال موجودة هون على تطبيق ويندوز ويلي أهم هو إعدادات الرز ناما اللي بداخلها جميع الإعدادات الخاصة بمواقية الصلاة وطريقة عرض الوقت وتصحيح التاريخ الهجري كل هالأمور بتلاقي بهاد المكان ورح أنتقل بشكل سريع على التبويبات اللي موجودة عندي هون بالبرنامج عندي تبويب الإسلاميات واللي بداخله القرآن الكريم كآيات ولا صفحات أو تلاوة القرآن والبحث بالقرآن كذلك الأمر أسماء الله الحسنى والأحاديث النبوية وما إلى هنالك من أمور ذكرناها سابقا بشرح التطبيق على الجوال وبشكل سريع رح أدخل على تلاوة القرآن الكريم وبعد ما اخترنا المقرأ واخترنا الصورة رح نجرب نسماع التلاوي أعوذ بالله من الشيطان الوحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما لاحظنا الصوت نقي وواضح وأكيد بإمكانك تحميل الملف الصوتي لعندك على جهاز الكمبيوتر لحتى تستمع بدون أنترنت وطبعا أكيد بعد ما منفوت على واجهة أي تبويب داخل الرزنامة كيف فينا نرجع للصفحة الرئيسية عن طريق السهم اللي موجود هون بالأعلى طبعا أي تطبيق بيناتهم مثل ما أنا شايفين أو أي واجهة بيناتهم عن طريق السهم اللي فوق بالأعلى فيني اتراجع خطوة لوراء وارجع للواجهة الرئيسية انتقالات سريعة لتبويب الثقافة والصحة والأدوات وطبعا كل هاي الأمور مثل ما ذكرنا سابقا شارحين على التطبيق اللي موجود على الجوال وأكيد تبويب الترفيه وتبويب الألعاب موجود ضمن تطبيق الكمبيوتر وما ننسى أنه عندي هون بالأسفل عبارة الإعدادات من داخلها بضبط إعدادات البرنامج بشكل عام وهلأ يا شباب أنا كيف فيني شغل برنامج الرزنامة من على سطح المكتب فمثلا أنا إذا انتقلت لسطح المكتب ما حلائلو اختصار موجود هون الطريقة بسيطة جدا عن طريق قائمة إبداء منلاحظ أنه التطبيق موجود هون عندي بالأعلى بضغط عليه زر يميني باختار تثبيت بالقائمة إبداء ومنلاحظ أنه نزل عندي بالقائمة إبداء بشكل دائم وكذلك الأمر بإمكاني تثبيت البرنامج على شريط المهام هون عندي بالأسفل عن طريق أكثر ومن ثم تثبيت إلى شريط المهام منلاحظ أنه البرنامج تثبت عندي بهذا المكان أما في حال حدث خلل بالبرنامج بإمكانك بالضغط عليه بالزر اليميني إما بتضغط على إلغاء التثبيت وتثبيت البرنامج من أول وجديد عن طريق متجر المايكروسوفت أو عن طريق عبارة أكثر ومن ثم إعدادات التطبيق من هذا المكان بتلاحظ وجود الأوبشن الخاصة بالتطبيق من الحجم والإصدار الخاص فيه بإمكانك تلاحظ وجود ذونات التطبيق وإذا نزلت لتحت شوي فيك تعمل إنهاء للتطبيق كليا وتأغلقه أو تعمله إصلاح وإعادة تعيين مثل ضبط مصنع للتطبيق أو بإمكانك كذلك الأمر تعمل إلغاء تثبيت وهيك منكون تعلمنا على طريقة تثبيت تطبيق الرزنامج على أنظمة ويندوز وعلى الكمبيوتر شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية